ده معانيا انه الاهل قدام الزمالك هيزور بشكل ضعيف ولا الاهل قدام الزمالك هيزور بشكل امشار سأرجح القول لك انه فهم الاهل اباك約 زمالك اه انت حيث انه الاهل قادر انها تحسن قدام الزمالك ولا هيواصل نفس الشكل دوت اللي بدأوا بنبط الزمالك في السمنةة الافريقية بس هو لعبت الاهل كأفراد قادرين لكن انا واضح انكولر لخبطهم شويه معس اللي فات لخبطهم كتير ومن ماتش الزمالك فيه دربك فأنت كنت مفروض اللعبة تبقى جاهزة زهنيا أنا شايف أن اللعبة نفسيا مش مظبوطة لكن قادرين طبعا اللعبة كويسة ولعبة كلهم لعبة أولي خالي لعبة الألمي النفسيا مش مظبوطة بص إحساس أن أنت بتكسب على طول إحساس ما تركنا في تلكتين عصام أن أنت تشبعت وإحنا عندنا في مصر إحنا في مشكلة كبيرة جدا جدا في كل الفرق أو في مصر كلها في كورة هو الثيرابيست المعالج النفسي ده مش موجود أنت لازم تجدد دوافع يعني زي ما لقيت كده عايز مثلا بيموت نفسه تليه في آخر سنة في عقده بيموت نفسه قوي قوي ومركز جدا عشان عقده هيجدد أول ما جدد عقده خلاص بقى اتطمن لأ أنت هنا لازم يتدخل نفسيا لازم تفهمه وتعلله الدفع بتاعه أنت هتحقق إيه مش مش قصة أنت خدت كام فأنت عندك حاجات كتيرة جدا هنا لازم اللعب المصري لازم خاصة تكون في أندهية كبيرة لازم تبقى عارف تتجدد دوافع بتاعتك علشان هي مش قصة أنت وصلت فين لأن يعني مش هرجع أقول بقى كريستيانا ولكن هضطر نرجع نقول كريستيانا بس هنقول عبدالله السعيد بصراحة عبدالله السعيد من إسماعيل الأهلي منتخب مصر راح بيرا وما دي تشوف كم سنة وروح رجع تاني عالزمالك لنادي جماهيري وعليه ضغط جماهيري وعليه أنه عايز حق بطولة وقدوة للعيبة الراجل بيلعب مجهود وبيلعب في مكان مش مكانه بالعكس يعني الأول كان من كم سنة وكان لسه أصغر كان بيلعب متقدم دلوقتي ما بيرجع بيدافع فانتهينا إيه ده نوع من الإيه تجديد دوافع رجل ملتزم جدا في رقم لعبدالله السعيد في مباراة الأهلي في السور الأفريكي الرقم ده أنا شايفه يتحطم الأرقام التاريخية زي لها الدفيل التاريخيين والصناع اللعاب التاريخيين الأكثر استخلاصاً للكوة في مباراة الأهلي لا ما تتقلش عليه مش هو إزاي يعني ولا سنه ولا قوة البدنية ولا أي حاجة مش منطقية حتى فدي نقطة حنقول لا لازم اللعيب تتجدد دوافع عنده عشان يبقى موجود في الملعب وزي اللي أقول لك في الآخر أنت عملت اسم كبير جداً لازم تسيب بقى للناس حاجة تفتكرك بها كتير صحيح